لقاح كورونا، كيف تم تصنيعه ولماذا من المهم تلقي اللقاح؟ تصنع اللقاحات لتدريب الجهاز المناعي في جسم الإنسان للتعرف على العوامل المسببة للمرض قبل أن يصاب بها وتدريبه على محاربتها كما تنقذ اللقاحات ملايين الأشخاص حول العالم ولكن كيف يتم تصنيع اللقاح؟ مرحلة الأبحاث يجب أن تخضع اللقاحات في المقام الأول لعمليات فحص وتقييم تهدف إلى تحديد المولد المضاد لاستخدامه لتوليد الاستجابة المناعية التجارب ما قبل السريرية يختبر اللقاح المراد تجربه أولاً على الحيوانات لاختبار مدى أمانه وقدرته على الوقاية من المرض المرحلة الأولى التي تتم من خلال إعطاء اللقاح لفئة من المتطوعين البالغين المرحلة الثانية تتم زيادة عدد المتطوعين لتصل إلى المئات المرحلة الثالثة يعطى اللقاح في هذه المرحلة لألاف المتطوعين لتحديد مدى نجاعة اللقاح ضد المرض مرحلة اعتماد اللقاح بما في ذلك إجراءات عمليات لاستعراض النجاعة والمأمونية من أجل الحصول على الموافقة التنظيمية وموافقة سياسات الصحة العامة عملية الإنتاج والتوزيع تبدأ هذه المرحلة بتصنيع اللقاح على نطق واسع للبدء في توزيعه حول العالم تكاتف الجهود العالمية أدت لإنتاج عدة أنواع من اللقاحات التي أثبتت فعالية عالية في الحماية من العدوى بفيروس كورونا وتجاوزت فعالية اللقاحات نسبة الـ 94% لذلك بات من الضروري تلقي اللقاح لحماية أنفسنا وحماية عائلتنا ترجمة نانسي قنقر